أكد وزير البترول طارق الملة ضرورة التوصل إلى نهج شامل ومتكامل لتطوير الحلول للتغلب على أزمة الطاقة العالمية بما في ذلك الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة قال الملة في كلمته خلال جلسات يوم التنوع البيولوجي ضمن فعليات قمة المناخ إن أحد الحلول البارزة لأزمة الطاقة التي تكتسب قوة دفع عالمية هي الهايدروجين المتجدد ومشتقته إن مجال الطاقة العالمية مر بكثير من التحولات العائلة من نسبة لتذبذب العرض والطلب من الطاقة بالإضافة كذلك إلى تعامل مع تغير المناخ وتقديم مصادر طاقة مستدامة وبأسعار معقولة لكي نتغلب على أزمة الطاقة من المهم أن نفكر في نهج شامل ومتكامل لتطوير الحلول بما في ذلك أخذ في الاعتبار الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة أحد الحلول البارزة التي تكتسب قوة دفع عالمية هي الهايدروجين المتجدد ومشتقته حيث أنه يستطيع أن يسهم بشكل ملحوظ في تحقيق أهداف إزالة الكربون وأمن الطاقة ويمثل كذلك فرصة لتعاون الصناعي ونمو الاقتصادي وخلق فرص العمل